السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة مشروعك فكرتنا. طبعا اي في اي مشروع مشكلة تسويق عقبة في كل مشروع. طيب احنا ديملكو النهاردة كزا فكرة كده ان شاء الله لمشروعات تسويق فيها ما هيش مشكلة. يلا نبدأ. وما تنساش اللايك والاشتراك لان الحاجات دي بتفرق معانا. وشكرا لك. بسم الله نبدأ. اول فكرة مشروع معانا النهاردة هي تربيت دواجن التسمين. الفراغ البيضة التسمين. ايوة المشروع دي مربح جدا جدا جدا. اه بالاضافة كمان التجار بتجيلك لغاية بيتك بتشير كل اللي عندك. يعني لغاية بيتك لغاية مزرعتك. اه اي حاجة عندك هي هتشتري منك وكمان بالسعر البورصة. فعشان كده محدش هيغني عليك ولا حد يقلل في السعر. اه كمان اه المكان. انت ممكن تبدأ في في غرفة متر في متر. يعني غرفة متر في متر تبدأ لغاية بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده قدامك. مكان واسع. ودي طبعا بيقلل رأس المال اللي انت هتبدأ بيه. يعني انت ممكن تبدأ مسلا بيقلل رأس مال. يعني انا اعملت مسلا جربت مع نفسي. تلاتين فرخ واقول لك على ستة دي اين? وهقول لك في الاخر. اه جربت تلاتين فرخ. اه بتسه ومائة جنيه. هقول لكم بقى. جربت دفعت تسعمية جنيه. تسعمية واربعين جنيه. كسبت فيهم تسعمية. دي طبع اسعار نقل وقت نزول الفيديو. يعني في وقت اسعار نزول الفيديو. كنت انا رابيت تلاتين فرخ انا رابيتهم بايدي. اكلفونا حوالي تسعمية واربعين جنيه. وكسبت فيهم تسعمائة جنيه. تخيل بقى انت كسبت تلاتين فرخ بس تسعمائة جنيه. ما بقى لك بالمزارع اللي بتعمل كميات كبيرة. وطبعا التكلفة عليها شوية لان يعني ايه باية وكده يعني. انما المزارع تعاوز كهرباء وحيات حيات كبيرة. بس طبعا كل ما اتربى اكتر كل ما التكلفة دي بتقيل طبعا معك. تاني حاجة بالنسبة للزمن. الزمن الدورة مدتها من تلاتين لخمسة وتلاتين يوم. يعني دي اسرع طريقة اللي انت تشغل بها رأس المال بتاعك. يعني حاجة سريعة خالص. انصح اي حدي مع مثل رأس مال صغير يبدأ فيه. بالنسبة في ناس اوه بيتخاف من الريحة او المكان. هقول لك حاجة. انت لو استردم لو كل شوية بتضيف نشارة على الارضية. الراحة ما فيش راحة اصلا تزار معك ان شاء الله. وتاني حاجة انت ممكن تستدم البطاريات. البطاريات مع حاجة حاجة نضيفة كده معك. ولا في ريحة ولا في اي حاجة خلص. حاجة حلوة خلص. وكمان انت ممكن لو انت بتربع الارض. ممكن تستبدل السقيات بمصورة وفها نيبل كده. الفراغ بتشرب منها زي اللي قدامك كده. الحاجات ديت بتقلل الرطوبة وبتقلل الريحة اوي في المزارع. تاني حاجة احنا قلنا البيع التجار كتير. التجار كتير قوي. اه وموجودين. يعني اي حاجة عندك في البيتك هيشلوها. ولو عجبك المشروع ممكن نتكلم على اكتر ونجيب لك موردين وناس اكتر يعني. وفي حاجة لو انت عجبك اي فكرة في الفيديو بتاعنا يرد تكتب اه تكتبها في التعليقات. عشان هنعمي على فيديوهات نتكلم عليها اكتر بمسلا ناس تقدر تنفيذ لك الفكرة. اه ناس موردين. يعني حاجات زي دي كده. فاكتب لنا ان شاء الله في التعليقات. الفكرة التانية معنا النهاردة هي فكرة زراعة المشروع او عاش الغراب. طبعا المشروع او عاش الغراب ليه فوائد كتير قوي من فيتامين دال وحاجات كتير وبزود المناعة. يعني حيات كتير بتخلى اي بيت او اي شخص يشتريه. بص الفنادق طلباء. المطاعم طلباء. حتى البيوت. يعني البيوت الوقتي بقى فيها مشروع. يعني حاجات مطلوبة في الزمن او لوقتي بتاعنا دي كتير. في منه انواع كتير بس النوع اللي هو يهمنا او النوع اللي هو اللي انصح اي حد بيه انصح اي حد يبدأ بيه اللي هو اسمه المحاري. دي انصحك بيه جدا لانه سهل جدا وكمان بتزرع في اش. فمش عاوز ضوء ولا عاوز. فالاش دي نضيف حاجة نضيفها. عندما في حاجات تانية بتزرع في بيئة تانية. فاني مش عاوزها الوقتي كان مبتدأ. طيب هو اللي عاوز اضاءة يعني عاوز اي مكان يعني عاوز اي مكان لو حتى مكان بس فيه فيه تهوية مش تازم يكون فيه اضاءة يعني او ضوء الشمس واصله. طيب هو مدة الزراع بتاعته تلات شهور. احنا قلنا مدة الزراع بتاعته تلات شهور. طيب بالنسبة الاهم اللي هو البيع. انا بيع لمين? البيع اول حاجة للشركات. فيه شركات في القاهرة بيتشتري منك المشروم دي اه كمية اللي عندك كلها. طيب انت لو حب لو عرفت تبيعه للفنادق او المطاعم اللي عندك اللي حواليك. تسوق لك انت يعني هيكون افضل لان الشركة عم تيشتري منك بتشتري بسعر اقل. هو هيكسبك اه بس السعر اقل شوية. لان الشركة بتاخد المشروب بتاعك وبتسوقه وهي اصلا بتبيع للمطاعم. فانت لو عرفت تسوقه وتبيعه برا فاحسن لو ما عرفتش يبقى انت ودي للشركة افضل. الفكرة الجاية هي فكرة صناعة الاسبيرولينة. الاسبيرولينة ديت يعني ايه? هي طحالب بنزرحها في قلب مية. وعما بتكتر بنصفها من المية وناخدها وننشفها ونعمل كده. والكيلو فيها بيوصل لربعمل جنيه او اعلى كمان بكتير. طيب فوائد الاسبيرولينة دي ايه? الاسبيرولينة فوائدها اللي هي اصلا بتدخل في صناعة مكملات الغزائية. ودي جدا مفيدة جدا لمرضى القلب والسكر وفقر الدم وحاجات كتير جدا مهمة جدا اصلا. اه تاني حاجة. الشركة دي كانت المنتجات اللي هي مكملات الغزائية دي كان بتدخل الوطن العربي عن طريق شركة ماليزية اسمها دي لو انت تعرفها. طيب في شركة مصرية حبت اللي هي اه تعمل لمنتجات الطبية ديت. فعلشان تعملها اللازم لها اسبيرولينة وبالفعل الشركة عملت لها وحدات انتاج الاسبيرولينة وانتجت اللي هي المكملات الغزائية. طيب بالانتاج المنتجات على الشركة الشركة حبت اللي هي تزود انتاج بتاعها فهي حبت حبت اللي هي تزود الايه? الاسبيرولينة بتاعتها. فعشان تزود اسبيرولينة فتحت للناس اللي استثمار في الشركة. هتلوم استثماره. طيب. الاستثمار عامل ازاي? الاستثمار بيكون اتفاق بينك وبين الشركة وانت بتمضي على اتفاقية وبتمضي على دراس الجدوة. اللي انت هتاخد الربح دي سنويا. يعني هي تقول لك انت تدفع كزا وهتاخد الربح كزا سنويا وكل سنة كم نزام كاب. فهو دي تقريبا في كده احسن من البنوك بكتير. خلاف بال الشركة هتاخد الانتاج يعني الشركة بتعمل لك مزرعة بتعمل مزرعة الفلوس انت تدفع بتعمل لك مزرعة وهي بتشرف علها وكل حاجة. تاني حاجة الانتاج بتاعك كله هي الشركة بتاخده بتشتري منك. وده طبعا كله موجود في دراس الجدوة والمشروع بتاعك. فانت يعني مش عليك حاجة خالص. يعني مش عليك هتعمل اي حاجة. انت مجرد انت الدولهم في الوصف هم عندهم اشراف والمزرعة هم هم ما يعملوها وده كله ده بعد دراس الجدوة وكل حاجة. لو حابب اه لاحنا نتكلم عن المشروع ده زي ده وكتير فانت تكتب لها ان شاء الله في الوصف. هو يعني انا انصح اي واحد اللي هو اللي هو يدخل مشروع ده بالذات لسبيرولينة لانه هيريح نفسه ولا هيشتغلها ولا هيعمل اي حاجة. وتاني حاجة احسن من البنك بكتير. بكتير جدا يعني. الفكرة مشروع اه اللي هو مزرعة الاسماك. مزرعة الاسماك المكان. بالنسبة للمكان انت ممكن تبدأ اي مكان. اه ممكن لو عندك بضروم او دور ارض كبير ممكن تبدأ فيه بتعمل احواط بلاستيك وتنزل فيها مية وتربيه. بس لازم طبعا مصدر هوى وحاجة بحاجة سهلة يعني ان شاء الله. اه تاني حاجة المدة الدورة بتاعته خمس شهور. يعني عشان تاخد السمكة صغيرة. بتشتريها صغيرة. ممكن الف بمتين جنيه او مش حالف الالف بكام الالف سمكة. اه لازم توصل خمس شهور عشان دورة انتهي. انت بتربي اسماك عشان تسميني. يعني مش انت مش عاوزها تبريض ولا عاوزها كزا يعني. انت بتربيها تسميني. يعني ممكن اه وزن السمكة يوصل اه امتين وخمسين جرام. انت بتربيها تسمين. تمام. اول حاجة في بتاعك يا باشا اللي هو اصلا ما واش تسويق. انت بتروح تشوف تجار الجملة. تجار الجملة بطلبه اسماك. اكتر حاجة على الفيسبوك. تقول لهم انا عندي كزا كزا. او ممكن تروح لهم من ذات نفسهم لغاية السوق. انا عندي كزا طن. هياخدوهم منك ان شاء الله. اه اول حاجة تجار الجملة. تاني حاجة اللي هو البيعين الناس اللي هي بتلف او الناس اللي بتقعد اللي بكون معها كمية كبيرة. تقول لهم انا عندي والله كزا كزا. اه فاشتروهم. فهم هيكون افضل من تجار الجملة بكتير. يعني اه وكمان هو يطلب مننا خلطون. لان طبعا الاسماك مطلوبة يوميا يعني مش مش محتاجة تسويق. انت يوميا قدي كده يعني. تاني حاجة في شركة اصلا بتطلب الاسماك ديت عشان تحولها لبضرة. بتحولها لبضرة. وبتخذها البضرة دي بتخش في صناعة الاعلاف هي اصلا مكونات كده يعني. تمام? تمام. طيب لو عاوزين اي حاجة معلومات عن مشروعات التفصيل اللي ما كنت تكفينها في التعليقات وان شاء الله هو هيكون الفيديو الجاية ان شاء الله. الفكرة الجاية هتحتاج منطقة سكنية وخصوصا لارياف. وكمان المناطق الشعبية اللي هي في المدن. طيب الفكرة ايما على ايه? ايما على اللي انت تعمل تفتح محل بيع علاف ودواجن. يعني انت تبيع كتاكد الدواجن بتجيبها من المعامل. وبتباحها ويكون عندك الداشة. طبعا لو انت تعاملتها مع المصانع هيكون افضل لك لانها هتاخد سعر الداشة بسعر رخص قوي عن باحة برة. فهو افضل لك. تاني حاجة انت لو بات بس مية كاتكوت في اليوم هتكسب وكسبت في الكاتكوت مسلا جنيه كده مية جنيه في اليوم وخلاف كمان الناس اللي هتشير الداشة عشان تعالف الدواجن ديجت. فهو مربوح اا مشروع مربح جدا يعني. بس زي ما قلت اعاوز منطقة سكنية. وارياف او مناطق شعبية في المدن. فكرة اللي هي مصرعة الصوب الزجاجية اللي انت بتزرع فيها طماطم او خيار او فلفل او اي حاجة. انت بتزرعها في غير معادها. وفي الوقت ده يعني المطلوب ما بكونش يعني الموجود قصدي ما بكونش كتير يعني ايه طماطم ما هيش كتير الفلفل مش كتير لاني ده عاصم واش موسمه. فهمش هتلاقي الصوب كتير. فانت طبعا بالنسبة بالنسبة لك عما تروح للتجار اللي هم الجملة. انت بالنسبة لك يعني هتبقى كويس. هتبقى كويس جدا لان اصلا ما هواش في الموسم بتاعه. فكده هيكون السعر مرتفع وكويس. وانت هتعرف تبيع وبسهولة كمان. عندك مزارع البرنجان مزارع الطماطم والخيار حاجات كتير يعني. حاجات كتير من تزرحها في صوب سجاجي. اللي هي الصوب اللي هنا بنعملها من اللي هو البلاستيك. الفكرة الجاية هي فكرة اللي هو صناعة الكمامات الطبية. طبعا الكمامات الطبية في الوقت الحالي اللي هو الوقت فيروس كورونا المنتشر. اه الطلب متزيد جدا على الكمامات. عشان الحكومات اصلا بفرضت بالزيد في مصر فرضت على الناس اللي هي تلبس الكمامات يعني حاجة اللي مش هي اللبسها غرامة. اه كمان انت لو بات كمان ارخص من الصيدليات فانت كده شغل نفسك كفاءة الطلب زايد عليها. اه لو قللت كمان ساعة. تانية حاجة الكمامات ديت واحد يقول مسلا اه كمان مشروع الكمامات ماشي بعدين يعني الفيروس هينتهي المشروع هينتهي. كان في واحد اه مصنع صاحب مصنع عمل دراسة الجدوة قال لك انت ممكن ترجع قال لك انت ممكن ترجع المصنع بتاعك في ازباه واحد بس. دي طبعا دراسة الجدوة اللي هو كان عاوزة. لو احنا اصلا القناة بتاعتنا ملينا فيديوهات الكمامات فادخل شوفها ولا عرص اي حاجة وبقول لنا برضه. مشروع تربية الارانب. المشروع دي كويس جدا. اه خصوصا لو عندك منطقة فاضية. اه لو عملت عن نظام الحديث او لو هو يعني اه كل ما التكنولوجيا في المزرعة تزيد. كل ما انت بتسلاح اكتر. وكمان الانتاج بيكون كويس. فطبعا الارانب اللي هي تجار معينة. اه في تجار بتلم مجرد ما تتصل عليهم هيجولك ياخدوا الارانب اللي عندك. اه فهو مشروع كويس جدا. اه ابدأ على الكبير. كويس. بس لو انت اللي هتشال بيدك نصحة اصبر خط خبرة الاول وبعدين اشتغل. ما عندكش خبرة ممكن اه عن نت. وي بتاعي الفيديوهات عن نت. ولو عصي فضي ولو عصي برضو يعني معلومات اكتر اكتبناها في التعليقات وان شاء الله ممكن نشوف لك كزا واحد كده كزا مزرعة. وانتكلمولك ان شاء الله ويه تتعمل معا ان شاء الله. اه المشروع دي كمان او فكرة المشروع دي كمان ايما عليها لمنطقة السكنية. انت لو عندك او عايش في منطقة السكنية او او عارف منطقة السكنية اه لك فهم حل مسلا ممكن تعمله تفتحه السوبر ماركت اه او ممكن مسلا تفتحها لكبير او صغير. طبعا لو المنطقة كويسة يعني كويسة ممكن تفتحها لكبير وكده يعني افضل لك اه اما حاجة يكون منطقة سكنية. انطقة سكنية. السوبر ماركت كويس جدا كويس جدا كويس جدا كويس جدا. وما تنساش تعمل الاشتراك وتعمل لايك.